اللعب مع العيال شريف عرفة طول الوقت أول ما يتقال اسمه فيلم الدنيا بتتقلم شريف عرفة المخرج الكبير الناس كلها بتستنى أفلامه طول الوقت اللعب مع العيال نزل وأنا عايز أقول لك سوشيال ميديا بتقول كلام لكن على أرض الواقع الناس بتقول كلام تاني ناس تنتقد الفيلم جدا على السوشيال ميديا لكن تيجي تسأل الناس على أرض الواقع يقول لك لا احنا عجبنا فيه ناس عجبهم الفيلم جدا وفيه ناس بيقول لا الفيلم مش قد المستوى انا بالنسبة لي لازم الاستاذ المخرج الكبير شريف عرفة يتخلى عن عقدة كتابة سراري هو عنده مشكلة انه هو اول شغله مهر عواد سيناريست عظيم تاني شغله مع واحد حامد سيناريست عظيم تالت شغله مع احمد عبدالله احد من افضل الناس اللي بيكتبوا كوميديا طبعا حال بعد كده عمل الجزيرة حب قرر ان هو لأ انا كاتب انا لازم اكتب حس ان هو جزء من النجاحات منسوب للسيناريستات طب ما ده طبيعي بس انت شايف كده؟ يعني انا لقيته في واحد من الحوارات اللي عملها قريب وقال انا لو لقيت كاتب كويس عارف يقدم الفكرة اللي انا يعني بتيجي في دماغي وبقى عايزها تتنفذ اكيد همسك فيه وحشتغل معاكل الوقت بصفا برضو نفس النغمة اللي انا بقولها طول الوقت ما يمتعش بلد فيها مية وخمسة ومية ومية وستة مليون بلد فيها كل الحضارة دي بلد فيها كل المثقفين دولة كل الكتاب دولة وما فياش حد عيد يعني ما فيش منطق ريقول كده يعني فجأة يعني عقمة البلد يعني اكيد فيها نصط ركتير ما انا عندي ما انا يعني لسه عادينا من التكلم عن مواصلين الشطرين اللي موجودين اللي الاول ما بيتفتح لهم بس الباب كده بتلاقي منور لا وانت قلت ان احنا عندنا كتاب شاطرين جدا لسه ايه لكده جدا احنا عندنا كتاب شاطرين جدا الازمة ازمة اختيار تمام انت النهاردة هاتلي شركة انتكفة مصر عندها لجنة قراءة هو يعني رمزيس نجيب يعني الرجل ده لي كان المنتج العظيم انت 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 ايه اللي شايفه سلبيات في الفيلم يعني انا مفيش فيلم انا بالنسبالي انا شفتش فيلم اصلا اه اللي عم العيال معجبكش خالص ما فيش فيلم هو تصنيفه ايه كوميدي حل انا تحتحكتش طب انا هقولك يعني انا بسم صمرة طبعا بالنسبالي يعني انا بسم يعني بيطلع على الشاشة في كوميدي انا بقى بقى على الارض متضحك في الفيلم ده ايه اللي حصل فيش مصطفى غريب حتى مصطفى غريب اللي هو انا بقى اول ما ظهر بتنبقت انه ده هيبقى ممثل كوميديان من اشطر ما يمكن ما تحكتش ويزو خالص خالص ايه خالص ما بتحكش يعني ويزو من خلصانة بشيكا ما تحكتش على ايه حاجة عملت خالص ما فيش طب محمد ايه النفس هو يعني هو بيحاول يجتهد نتيجة اه اسماء جلال بتعمل ايه اه كل الفرق لا انت مش طائق تت بتقولي ايه دخلت ما فيش فيلم ما فيش شخصيات انت مش مديني مش بنيلي شخصيات مع كل الحدوطة اللي انت عاملها اللي هي قربتني شوية من اه البونة اللي كان معمول في عبود على الحدود حال ماشي والناظر البونة الاولان البونة الاولان بتاع الناظر وفول الصين العظيم انا افتكرت اول ما شفت حجاجة عبدالعظيم بلزبط افتكرت فول الصين العظيم طبا تمام على فكرة انا هقولك على حاجة افتكرت الناظر حجاجة عبدالعظيم في الناظر ونفس العدوطة المدارس وشعار فيه بالضبط ونفس الكادرات بص بغض النظر احنا منحب السينما بتاعت شريف عرف يعني هقولك على حاجة انا واحد من الناس شفت الفيلم عجبني حاجات كتير وفي الاخر ما عجبنيش خالص في الاخر ما اتبسطتش خالص وتحديدا الليين بتاع باسم ثامرة ما فهمتوش وحسوا دخل الدنيا يعني اتغيرت بشكل كبير اوه بس سينما شريف عرفها مختلفة يمكن انا كنت عامل حسابي من اقول ما دخلت الفيلم ان انا مش هتحق انا كنت عامل حسابي على كده لكن مثلا دحكت مع الطفل اللي اسمه حنيزة اللي طالع في الفيلم في دور حنيزة انا بالنسبة لي استخدام طفل مليان شوية في السينما اتقدم كتير جدا وفي افلام السبكي والممزة الشعيرة بتاعت مجد الكدواني وجنبيل بس شكل عامل ازاي ايه ماشي بس في الاخر ده ده تقدم كتير جدا وما انا ما شفتش حاجة جديد بيومي في وقت ايه الجديد اللي عمت يعني بيومي مثلا انا شفته في الحريفة مثلا المعلق الكورة كان لطيف جدا بس كان دوره صغير جدا ما انا بقولك في الحريفة دوره صغير جدا لكن موت من ضحك اه اه انا كده هنا شفنا ايه الحدوطة بتاعت انه هو لأ ثاني بس فضل انت قدمتولي انه حصل عمل حاجة خارقة اه وفجأة نسيت ده بقى الفيلم اه طب هو راح فين اه انت عملتلي جو انه هو المطر والصعقة ضربته وفجأة تحول الى بطل خارق اه ذلك البطل الخارق راح فين بقى الفيلم هو من هنا الفيلم تقريبا بدأ انت بتنسى انت بالضبط انت هو كتب حاجات ونسيها ونفزها ونسيها يعني وقدمتولي في اخر يعني يعني قدمتولي انه هو راجل بيمسك لصنية بيصد الرصاص مش عارف ايه بيعمل لا 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 قلبنا كارتون بقى قلبنا فيلم فانتازي انا بيقولك قدوز الاخير كله عايز اقولك الى حاجة محتاج يترجمك عايز اقولك الى حاجة لو كان خلي بالك انت انت فيه بيبقى فيه قانون ما بين الكاتب والمخرج والعمل صنع العمل وما بين المشاهد انت قدمتلي ان الراجل ده بيطير فانا صدقت ان هو بيطير في سوبرمان صدقت خلاص انا مصدق معاك ده تماما فانت انت النهارده قدمتلي حاجة يعني كنا لسه مثلا لسه بتكلم على كلمة علشان عايز اتنقل الفيلم اللي بعده على طول موسيقه مودي الامام دي مش شايفة حسنة في الفيلم؟ هو طبعا حسنة بس في الاخير يعني موسيقه بتعبر عن ايه مودي الامام موسيقر عظيم عظيم بس في الاخر مش شايفها مفيش طيب مفيش تعال انسيب اللعب مع العيال ونتنقل الفيلم كوميدي بقى بجد عصبت الماكس طبعا ايه رأيك؟ لطيف جد انا موتني متضحك جد عايز اقولك على حاجة اللي فيه بقى ان انا برضو كنت بهاجم احمد فهمي كتير جد جدا ويعني احمد فهمي عمال بيقع 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 وفجأة بيقع احمد فهمي اه وفجأة رجع لا بيقع شجاي مع مستر اكس كان مكسر الدنيا لا خالص بالنسبة يعني يعني من اول رجال تلبيت وحنا بيكلم اختياراتي لغنية بتاعت الفيلم ماشي انت بتتكلم على الارمهو انت فيش فيلم بالنسبة مستر اكس انت وفيش فيلم انت فيش فيلم انت الافهات اللي جوه الفيلم كتقوليه لا جدا بص احنا ليه حبينا السلاسي وليه حبينا مكي لانه جيه قدملك كوميديا من نوع جديد مختلفة وفيها افكار جديدة تماما فيقدملك بنات العم ويقدملك سامير وشهير وبهير انت عندك حق بس انا بحس احمد فهمي دايما بيعرف كويس جدا من اين تقل الكتب حلو احمد فهمي شاطر احمد فهمي بيختار الادوار اللي هتعلم مع الناس حد كلب بلدي هقولك على حاجة يعني احنا شفنا سفاح الجيزة عمل ايه سفاح الجيزة كسر الدنيا تمام ده مش كوميدي خالص بس احمد فهمي هل كسر الدنيا عشان احمد فهمي لا احمد فهمي كان ضلع اساسي في المسلسل كسر الدنيا عشان الحدوطة كسر الدنيا عشان الممثلين اللي معه وعشان احمد فهمي اختيار احمد فهمي بالعكس يعني احمد فهمي كان واحد من الاضلاع السيئة جهو العام بس نجح وكسر الدنيا جدا جدا بس مش احمد فهمي بس مش بسبب احمد فهمي بسبب الحدوطة نفسها بسبب ان انت تقدر اول مرة تتناول حدوطة تسفاح ماشي قاتل متسلسل على على التلفزيون بس احمد فهمي عنده نوع من الشطرة تاني انه هو دايما الكست اللي معاه بيبقى نجوم طبعا واخدين ادوار زيهم زيه في الفيلم الكويسين واعرادات ما كانش بشكل جيد بس خطير وماش مستر اكس نفس الحدوطة لكن هنا انت شايف ده احمد فهمي خلينا نتكلم هي علي هنا هنا احمد فهمي لا احمد فهمي قدم لي كوميديا لطيفة جدا جدا ازمته الرئيسية انه كان هو في السينما فقط سيغطة عدوه مرتاح السينما هو دي الازمة انما لو ده كان نزل في توقيت مختلف كان هيعمل له نسبة كان هيحقق ارادات قرافية لا وهيحقق برضو ارادات قرافية هو هو هيحقق في البيع الناس بس لما اعادة المشاهدة لما تشوف الحدوة وبالنسبة لطيف جدا الغنوة اللي بتاعة روبي حلوة قوي ودماء خفيفة مشهد روبي وحمو بك هو اعني من دعك يعني طب ما تجيه داخلي يعني مقحمة كدا لا 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 بص لا 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 بالنسبة لي شايف ان الحدوطة لطيفة جدا جدا فيه مشاهد بتاعت سروة ومصطفى البنة معاه عسل خطير عسل بصراحة محمد لطفي محمد قسقس طبعاً بسم اللطفي عظيم بمصف الهايل وسكر التركيبة نفسها حلوة طبعاً حتم صلاح كوميديان أكتر من رائع لازم ندعي لأحمد أمين على اكتشافاته طبعاً لما يشيل بس أنا بالنسبالي أكتر مشاهد ضحكت فيها في الفيلم هي مشاهد ديوب في الشرق أنا مت متضحك من مشاهد أحمد السقق عمري ما تحكت من أحمد السقق نفس الدحك اللي أنا تحكته فيه في المشهد بتاعه ولا المشهد كمان بتاع عصر الليمون وقت العملية هو ملي الفيلم مليان كوميديا وضحك وتفاصيل كتير جداً فعلياً أنا ده رجعني للأفكار بقى اللي هي بتاعت ايه؟ بتاع تفاهمي ككاتب بتاع زمان ممثل كوميديان شاطر بيعرف يبني الافيو بيعرف يخدم عليك واس جداً عندي كوميديا موقف حلوة قوي قوي ما تكلمش عن اللي بليبة لسه كنت أقول لسه كنت أقول اللي بليبة طبعاً فاكهة الفيلم الفيلم ايه ده؟ ايه الباور ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ست السكرة دي؟ ايه طبعاً 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 قولوا عمرها ممسلة عظيمة طبعاً كانت في مرحلة وفي منطقة في التمثيل جاية عاطف الطيب نقلها لمنطقة تانية خالص ومع التحولات دي برضو بترجع للشقاوة بتاعة الليلية كانت في بدايتها الأدوار الشقية اللطيفة الحد ما جات لنا في عصابة الماكس ايه ده؟ ليبليبة خطيرة نورة كده عارف انت اللي هو بتطلع على الشاشة كده بتنور الدنيا زي ما انت بتقول فكهة الفيلم وعايز اتنين معاك بقى الاخر فيلم معانا هو أهل الكهف بسطت من الفيلم أهل الكهف ولا ايه اللي حصل؟ صراحة لأ حاسك يعني متأثر وانت بتقولي بصراحة لأ بصراحة لأ ليه؟ لانه انا عندي ممثلين من أشطر ما يمكن انت لامم زبدة الشطار في مصر اللي هو يعني كل واحد فيهم يشيل فيلم تقيل لوحده طبعا حالا فانت لامم دولة في عمل في مسرحية أصلا مدخوزة عن مسرحية لتوفير الحكيمة دلك الكاتب الكبير العظيم فكل الأسماء أسماء كبيرة ومن وراء وعندنا المخرج عمر عرفة اسم كبير واسم يعني متوقعين دايما ان هو تعمل أعمال يكسر الدنيا وكمان كتابة أيمن بهجة أمر ايه رأيك؟ ايه رأيك في النتيجة في الآخر؟ النتيجة مش مش زي توفية الحكيمة طب شايف الغلطة جاية من ايه؟ لا الغلطة طبعا من الكتابة الأساس والإخراج يعني ما احترام الشديد جدا للنجومية عمر عرفة كتابة وإخراج لتنين؟ اه ما احترام الشديد جدا للنجومية عمر عرفة لكن عمر عرفة رجل يعمل إعلانات هاية لكن في السيني ما احبله قصيرة ايه؟ لا قصيرة قصيرة يعني افتكر لفيلم غير أفريكانو اهو قعد معاك المصلحة؟ افتكر تاني لا المصلحة ساندرا نشأت اه افتكر تاني كده؟ اه مش مش بس أفريكانو أفريكانو مش حاجة قليلة برضو ان احنا هنعديها كده حلو ما انا بقولك هو تعالى افتكر لفيلم غير أفريكانو مش هتفتكر حاجة انا نفس اللي هو رجل شغلانتي دي ممكن ما افتكرش حاجة تاني حلو اه يعني ما احترام الشديد لي هو رجل مهذب جدا سينمائي جدا رجل اه رجل ابن السينما ابن الصناعة اصلا واحد من أعمال الصناعة لكن هو يعمل أعلانات هاية يعمل حاجات تاني لكن السينما مش بتاعته قوي اه ايمن بهجة امر lace يعمل فحاد ان الكتاب الاغنية في الوطن العربي في تاريخ الغنوة اصلا الحديث اه رجل آآ يعني اه مش تشير انا بالنسب directement اتاخذ من يعني ده نسخة ده كوبي بيست من الفيلم الأمريكي إكس لارج ماشي آسف على الإزعاج لا لا مش يعني خلينا نتكلم فيه إنه فيه حاجات كويسة طب إيه ده حتيتك لا فهمه لا فيه بس يعني عشان أيمن بيزعل أيمن صديقي ويزعل بس أنت بتتكلم على النتائج ماشي أنا بالنسبة يعني أنت بتتكلم على النتيجة في الأسف عايز أولك حاجة لا ده ده واحد من أشطر كتاب الأغنية طبعا ما حدش يختلف على ده ما حدش يقدر يختلف على ده وكبني آدم وكفنان هايل كصانع فني بالنسبة واحد من الشطار جدا جدا واحد من اللي يقدروا يديروا منظومات فنية طب يزعل يزعل إمتى يعني يزعل لو قلت الفيلم كتابته مش كويس مش كويس مش قد موهبة يعني كتابة أيمن بهجة أمر في السيناريو مش قد موهبته في كتابة الغنى فيكون صانع فني تقيل ومهم واسمه مؤثر في الصناعة الفن كلها عموما في الوطن العربي تمام مش في مصر بس اسم تقيل جدا أتمنى أنه يركز في اللي هو بيعمله لأنه دوره في الفترة اللي جاية مهم ومحوري لأنه مثقف واي قادر على إحداث تغييرات في الصناعة كلها وفي الآخر الصناعة كلها قد وصالة مش حد بيكتب أغاني ولحد صناعة غنوة فيبقى بعيد عن صناعة سينما لا الحدوتة كلها معربة لبعضها قوي وبزيادة قوي ومنفد على بعضها قوي أيما بها جاة أمر شاطر جدا لكنه بيزعل لكنه بيزعل الكلمة اللي أنا هقف عن ده بص أنا بالنسبة لي عشان بس أنا فعليا أنا بحب أيمان جدا جدا كبني آدم وكفنان وأنا بجد نفسي يركز في الحاجة اللي هو مبدع قوي فيها وشاطر فيها وبيعملها بشكل حلو ترجمة نانسي قنقر